السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا فيكم في سلسلة سيتي سكاي ناين اللي طولت ويت صح الحين عندنا اليوم المنطقة السياحية اللي هي بتكون هنا هاي راح تكون منطقة سياحية المفروض شبه 100% بنحول تخصصها الى التخصص السياحي بالطريقة هذي وبنبدأ نحطي فيها اشياء على الحين عندنا بيرد بي بيرد بي يبقى 5000 سكوير ميتر منوه اشياء معينة زين والحين هاي السؤالة في وين هاي الامور نحن مفروض نبدأ كنا نحطيها في هذه الاشياء ولا هذي التابس عرفتوا بس في هذا المكان انا ابا شي مجموعة اشياء اساسية حق السياحة اول شي ابا سوق عند منوه عند الريل الريل اللي رأنا هذا نجي وابا الريل مالي يمتد الى مكان نفس هذا واذا استوى الزحمة يقدر يشرد مكان مختلف الى نصف المكان السياحي او الى اخر مكانه نزيل فهذا بيكون واحد من ولا عصب من عصاب المدينة السياحية مالية شارع ضخم الشارع الضخم هذا راح يقدر يحتوي على مجموعة اشياء كبيرة اول شي راح يحتوي اشياء سياحية وايد نظريا سياحية مثلا اول شي روكت لونشر روكت لونشر هذا شي وايد حلو يكون هني ليش منو بيشوفه الجماعة اللي هني يعني من فيه صاروخ فيه جماعة اللي هني يقدرون يشوفون الروكت لونشر المكان مرتفع الناس يوني يطالعون هني الصاروخ وهو طالع هنزيل وحول حول الاشياء هذي راح تنبني شو فعليا نحن راح نبني خلا نحطي هذا شي حاليا وحول هالاشياء راح تنبني شو المكان عبدا مش امتاز لكن ممكن نحن نعدله بالطريقة هاي شوي سيبين مقبول اكثر هذا مكان من منصة اطلاق الصواريخ منصة اطلاق الصواريخ راح تخدمنا بالهدف السياحي بشكل اساسي نزيل ليش وعندنا هني شو الونتر ماركت نزيل شو نحتاي بعد نحتاي مبنى طويل ولا مبنى شوي 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 راح نفتح شوفك الواحد يبالنا فيري دي بوت يبالنا اشياء نزيل الشيء الثاني اللي بنحطيه الحين هني مينة صغيرون بنسوي هني لان عنا نحنا وردي من المطار نقطع لمترو شو بحظه والطريقة هاي واني عند المواصلات ونحط دورنا الشب وندور الدبل هاب فيري مكان لا سينجل يكفي بزيادة منحطيه مايل بالطريقة هاي ونمد له شارعين صغارة شارع نحنا اتفقنا شوارع فيها السياكل صح دراس وبايس كله ها راح يكون ثيمنا السياحي اساسا يعني وهذا نمده من وين الفيري هذا نطلع من هنا وانطلع من هنا بالطريقة هاي يروح بالضبط تعرفون مين بالضبط يروح بس ما بايضرب البر يعني بالطريقة هاي ويطلع من اهني طريقة هاي تمشى عند المدينة ويروح ونحطي نفس الشي على امل انه ما يدعم البوتات على املها واكيد راح يدعم يعني خلي يمر من عند المدينة ويروح البوتات وبالتالي نقدر نوصل نقطة فيري اللي هي اه اه اوكي تعالى يبانا الفيري ديبوت بعد فيري ديبوت كان ممكن نحطيها هني بس بحطيها وين اه لا الفيري ديبوت خلي نحطيها في هالمينة هالمينة صعب بعد تنحة يا كم يعني اللي تخلوني احطيه هني يلا نحطيها بالطريقة هاي ونحطي فيري دبوت بالطريقة هاي ونوصلها في اللينات اللي موجودة على اساس تنزل منه البوتات داخله البوتات ترى بتطلع من الفيري ديبوت عرفته بالطريقة هاي خلنعطيها ما طريقة هاي والحين استوى عندنا طريقة نوصل فيها الفيري من النقطة هذي اليوم للنقطة هذي ورجوعا الى وين يلا النقطة هاي الحين يلا يا كريم هنزيل الحين صار عندنا البوت الصغير اللي راح يشل الناس مشكلتي دايما مع الارتفاعات واشياء بسيطة يعني شوفوا البوت كيف بيوقف هنا اه شوي لكم عليه بس اظنى عادي لان خلاص يعني ستي سكايلين لازم الطريقة هاي ننزيل الحين نبدأ مرة ثانية المونيمنت بغض النظر عن المونيمنت عفوا نحن نبقى اشياء معينة هنزيل هني يقول كونسراكت في ريبير سوينا من براية بعد ما يشوفها اه كونسراكت سابنا لنا سوينا معظم الاشياء هنزيل فانتاستيك فونتن نافورة وين بتكون حلوة على المدخل هني بعد السوق والنافورة عند بعض والناس تمشي وتحصل اشياء حلوة تسويها ميزيك كلاب هاذا من زمان تحيدون بس ميزيك كلاب مدر ليش لازم تكون عند منو عند البوت ما اعرف شو الصلاة بس فكرة يعني فانزو بارك نفس الشي عند البوت طبعا هاي بنسويها شيرو ممرات نزيل الحين البلازا هذا على مدخل المدينة وتداشين تشوفونا جدامكم مش هني يعني هذا بيكون هني على المدخل ما اللي بسيارة يشوفه طبعا في مدخلين بس عادي هنا المدخل محتللنا الستيتيوز هذا نزيل باقي الاشياء ما بنحطيها ما بنحطي شي ما عندنا على ما اذكر عماير مفتوحة حاليا ما يحتاج نحطيهم بس يبالنا الاوبرا هاوس في مكان بروح على البحر هني شو بنسوي بنمدلنا شارع بالطريقة هاي منزلنا الحين الاوبرا هاوس هذا بروحة ترى بروحة شي بحد لحظة ان هذا ترى بيكون مينة تذكرون ما بيكون حق الاوبرا هاوس وهذا الحين الاوبرا هاوس بروحة مبنى يحتاج خلنا نقول اهتمام لان حرام اي احطي اوبرا هاوس بدون ما اهتم فيه هذه الحين معضلة بس مش معضلة ليش نزيل نحن اوبرا هاوس هني ور الاوبرا هاوس ابقى احطي حديقة وكأن المكان حقه ولكن ممكن نحق من نشاطات بحرية في نفس الوقت تنزيل الحين اهني شو نحطي بنحطي اه ورا مجموعة فنادق صبر وخلنا نحطي اهني شارع نحطي اهني شارع ونسوي الفنادق بالطريقة هاي بما ان فيها سياح لازم من الامن يكون عالية لا تنسون هذا الشيء بالطريقة هاي سنتر المدينة هاي دنسيتي بني ستيشن بنمد لخط في الوسط بالطريقة هاي هاي دنسيتي بني ستيشن هاي دنسيتي فاير ستيشن نزيل وبنحطي مستشفى دولي بالطريقة هاي هذا بعد مكان مش خلط عندي الحديقة مكان بالطريقة هاي 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 العماية الخدمية الاساسية نزيل الحين نحطي الخدمة هاي وبنبدأ نحطي شوي اشياء في الاماكن هاي ان شاء الله المكان يكفي ان شاء الله صراحة ما عرف اذا بيكفي ولا لا ولكن كل شوي على امل انا ماشي ان المكان يكفي هاي الخدمات انا بنستمر في الخدمات انا بحطي تشالد هيرتكير اللي بييه هني مثلا اشوف اهمهم مكان سياحي كل حدي بيعق عياله ويصير يستانس والالدر كير ابا يكون اه على المدخل صعب وايد بياكل من الدنيا ابا يكون مقابل المستشفى زين ونبقى نحطي المباني اللي هي هوتل صبر في مباني جاهز انها هوتل ترى اه اللي هي هاي زين بس شو لازم نسوي لازم نحطيهم وحب حبه وشوي انا ضد اني احطيهم حب حبه صراحة بس ممكن احطي العماير اللي موجودة هني على اساس انها هوتل بس عندي نسوي النشاطات البحرية لكن اتكلم عنها بعدين ببدأ اعبي المدينة ترى بنبدأ نسوي زينة الفورترس سي نقدر نحطيه مثلا ورا الابرا هذا بيكون ورا الابرا بنزين يمتد بشارع بالطريقة هاي بنزين ويمتد له ماء بنزين ويمتد ورا الابرا وبنمد بعد اللح بس هذا يا اخي ما بقى احطيه بنزين خلنا حطي الشوارع الوسطية ثانية واحد وهذا الثنين وهذا واحد واحد وهذا الثنين ونبقى نحطي قطار لكن القطار اذا حطينا هني هني لازم نحطي قطار ترى ليش لنا بيسوي فرق نزين نحين قبل قبل ان حطي اختاروها خلنا نسير نشوفه هني شو عنا اشياء عيبتنا اكس بو سنتر ما بنحطي هالسوارف ما بنحطي ها نزين كاثيدرال يمكن هي ويمكن لا بس يدام الاوبرا شكله منطقي يعني هذا اوبرا ونسوي المكان عبارة عن حديقة حولهم ونحطي الكاثيدرالهني اه ممكن يكون الكاثيدرالهني اخر شي بروح على سنتربيس ونحطي وراه حديقة ونرسل حديقة لين البحر نزين الحين شارع زيادة طريقة هاي شارع بالطريقة هادي وشارع بالطريقة هاي وشارع بالطريقة هاي وشارع بالطريقة هاي وهاي حدود الشارع وحدود حاليا المنطقة السياحية نزين الفنادق ما طلعت هني حاليا بس برايا انا مش وايد مرتقز على موضوع هايل بس عادي انحين اخر شي ابقى احطي شو ولا تراملين ولا ريلر لاين هذا بيكون خط داخلي نوعا ما زين مونوريل نحطي هذا نحطي وين والطريقة هاي الحين نحن شوي بالعكس بادين هنا لابس نحطي اشياء ونهد اشياء وقادي انا فاهم عليكم بس عادي بالطريقة هاي ونبا ما يحقها خلنا نحطي ما يحق لمنطقة الحين لازم يكون عندنا حديقة الحديقة اللي بتكون هني طبعا حديقة ملاهي ما بتكون حديقة ثانية ليش بنسيها عندنا فالحين خلنا لحظة اه عفوا انا ليش حطي الشارع يعني بنسوي منطقة حديقة الحديقة ممتدة من بين هالمكانين هاي الحديقة يعني انا اتصور من تصور الشخصي بالها بروحة يمكن مفروض حرقة ولكن محتاجين نحطي شوي اشياء حديقة ممتدة الحديقة الى خلف منو الاوبرا هاوس يعني خلنا نيب اللاند بنصغر البرش نساوي هني بنسوي بالطريقة هاي وهذا بمرر من الشارع شوفو بالطريقة هاي وهذا شوي بنوسع هني ممر بوسع هذا هني كممر ووسع الممرات المؤية شوي ونخلي المكان هذا كحديقة هالحينة اذا ما خلي هالمكان كامل كحديقة انا محتاج شو اسوي طبعا احنا نتكلم عن مكان اللي هو الحينة مفروض انه سياحي صح اذا المكان سياحي مفروض يكن فيه كمية حدايق ترى مش حديقة وحديقتين للمعلومة يعني منزين فمن الطبيعي اني بحطي خلنا نقول كمية حدايق الحينة ما كنت حطيها قبرو طبعا اول شي بحطيه الملاهي يعني كيف انت تقول لي هاي مدينة ترفيهية وما فيها شو ملاهي صح فمن الطبيعي هاي المكان كامل انا بخاصص للملاهي نزين الحين الحديقة اللي بنحطيها حديقة ملاهي نزين خلنا نشوف اي شارع مفضل انا ما لي ما لهمهم اساسا نزين الحين انا ما اقدر امد شارع مهني ترى الا اكون شوي على قولتهم مخادع وامد شارع من اليم طريقة هاي واحاول اني انزلها ولكن خلني امد اول ونزين شوي بيغطي عليه الوضع ونحطي سمول سايد قيت بعد ما نحطي مين قيت ما ما بخليها سايد قيت لا لان لو خليتها سايد قيت معناه اني قاعدة اضرب فلوسة رايح والراد صح هنزين بنحطي سايد قيت بعد هني وبنحطي قيت كل مكان وفي الوسط راح يكونون شو ممدودات بشوارع ليش يا اخي ليش 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 والله يا اخي يطلعون روح مرات يعني في الفلسمنت نزين بالطريقة هاي انا مش تقهرني تذبحني نزين ما عليه خلي حق حق وقتا اخر نزين الحين الملاهية راح تكون الحين نحن ما راح نسكر الملاهية نحن قاعدين نحطي التخطيط الاساسي حق المدينة شو السياحية للمعلومة يعني وبنحطي من فوق الشارع الشوارع وبنسويه كنا دوار عود وكل شارع راح ينزل عند الشارع اللي طريقة هاي وهذا راح ينزل هني وهذا راح ينزل هني نزل بالطريقة هاي وهذي يعني اللي اوت الاساسي ما للحديقة ترى شوي تحسونه غريب بس بيكون منطقي بعدين منزين هني ما بيكون في كل الالعاب بيكون في الريل كوستر الكوستر هذا ان شاء الله يشتي مكانه نبا كم لعبة كبيرة بس على اساس يتعبي العين لا اكثر الاقل الله مكانها حلو منزين والحين راح نمد بعد من ورا كيف بنفس الطريقة شو هاي يعني اللي بييه هني الحديقة هاي شوي بيكون يعني يعني خادع للنظري طريقة التنقل فيها عرفتو وهذا بييه لين هني وهني بيستوي يعني طبعا بنعب الفراغات شجريا نحن وهني نقدر نحط بيت رعب اخر شي بس ما نبا بيت رعب هني نبا بو ناسا كله ونحطي مقابل الريل كوست هني بيكون مكان حلو حق هاي زي فشو بنسوي بنير الحديقة وبننزل شارع بعد وين تحت هني بالطريقة هاي واذا بعد ان نحاول اهني يكون احسن على امل ان يركب مو اظني موضوع وايد صعب بالمهما يحني يا اسلام والله اني لعب نزين بالطريقة هذي هذي ممكن نغطي شوي شير ترى ما عليه نزين فبالطريقة هاي سوينا كأنه عندنا ملاهي في الوسط ولكن ولكن بعدها هذا مش حتى نص خالص اوكي الحين الاماكن الثانية في اماكن عندي فنادق هني ما طلعت انا شو مسوي اصلا منطقة كامل مسوينها شو اه اللي هي اه صبر اللي هي سياحة من زين الحين انا غير السياحة اقدر اغير ما بين السياحة وما بين الانترتينمنت اللي يجرى سبيشاليزيشن وناسة او ممكن اخليها سياحة بس نحنا ما عنا شي سياحي فانا بخلنها شو شي سياحي فعلي فانا بخلنها جزيرة شو سياحية الحين هذي لازم نبنيها مشكلة على مراحل اه طويلة لان الحديقة بروحة مشروع الروكت لانشر بروحة مشروع ريسيرت لانش وخربطان واشياء وايد صح والعماير اللي قاعدين نحطيها نحنا بروحة مشاريع مثلا بالطريقة هاي اذا بيطلعوا الفنادق مثلا هاي بروحة نشغلانة غير اننا نحنا غير هالاشياء عندنا تمثال الحرية هذا هذا لازم هنا على راسه بروحه عقب المدة بشارع من هنا مثلا نحطي بروحه نزيل غير أنه عندنا نحن في عماير هنا مثلا ده ماجستي هذا يعتبر فندق هذا نحطي هنا مثلا الكترك هاي الموانة بوهن فيه ورا فنادق هنا تحطي هذا داونتاون هوتل هنا تبدأ تحطي رصة فنادق والطريقة هاي ريزورت هوتل انتم مستوعبين معي كمية الفناد خلنا قاعدة الحين أطالعها ممكن نحطي ريزورت هوتل والله ممكن نهدم هذا ونحطي ريزورت هوتل هنا وكل شي حوله بيكون في شبه حديقة من زين هذا عبارة عن دكان دكاكين نحن عندنا هنا زحمة دكاكين لكن دائما في مكان حق زحمة زيادة صح فممكن نحطي دام الكاتيدرال دكاكين او على واحد من هالجوانب دكاكين او عند الحديقة دكاكين وكل قرار راح يغير طريقة التعامل مع المكان عرفتوا الحين عندنا هذا ما نبا ما نبا نبا مثل هذا تمبل تمبل هالجوانب صغير من زين هذا التمبل ممكن نحطيه مكان عساس نزيد الترافك مثل مكان هني من زين وعندنا ريل يوبنك شا شوبنك سنتر عرفتوا ممكن نحطي هني الحين انا ابا عماير صغيرة تطلع في ظهر هاي الترا انا ما با احطي المكان هذا خدمات لا 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 انا ابا احطي هني ابا العماير الصغيرة هاي تبدأ تطلع اباها تطلع انا ابا المكان زحمة عماير ستايل توكيو شوي مش ستايل اللي نحن متعودين لا لا اباها شوي ستايل توكيو هي الفكرة يعني كل شيء عماير خلاص توكيو ستايل كلها هني حديقة تلعاب هني كيف يركبون هني ما عرف بس الفكرة يعني خلنا نسوي هذا كلك نسوي على هذا غجرك تحت الارض ولا لا اوكي اوكي بس توها من قياس هذا على الاقل افضل مزين شو يسون هاي اللعبون صدقو اللي شو والله فلنا شكل ها زين المهمة الحديقة هاي خلوها برايها الحديقة هاي ترى الحين نحن بنبني كليك كليك بنبني بس هاي فيها لعاب كبيرة عسى بشي طلعت يعني ثلاثة لعاب بس كبيرة وانتي طلعت في الانترتينمنت عالي هنزين الحين هاي اللقام ويطلعون حولهم عماير هالعماير السياحية اللي راح تسوي من المكان حلو ليش لنحنا عنا اشياء كبيرة ميقابولس عود عنا ضخم بغض النظر عن هذا الحين نحن بنبني العماير كيل هالضخمة هنية هذا بعد دكان office building ما نبقى office ما باحطي docker register office والله ممكن نحطي وفسات شحن وهاي مثلا اذا حطي هذا هنية واحطي هذا في النهاية واحطي هذا مقابل لنا مزين ابقى ارس كل الافسات هذا ممكن نشوف هل هذا حلو يكون وجوده نظام وهالسوالف لا فنان هذا في واحد ثاني مننا صغار شي ما نبقى صغار نبقى شي بعد واحد كبير يا جماعة هل المكان طبعا في محطة تلفزيون تحسون مكان زحمة مرة واحدة صح ما في مكان حق شي نزين فوق هذا انا ابا هني في شي يطلع ابا ابا الزحمة ادورها الحين الزحمة دوارة شوفوا عساس تعطينا شكل المباني الضخمة حتى هني عادي خل اشياء ضخمة تطلع خل المكان هذي مش يشتوي الزحمة ابو الزحمة ونبقى تطلع من هذي عقب مترو حق امنو حق المطار ما بنلحق الحين سيكل شي حق هذا المكان المكان فكرته الضخمة يعني شوي المكان هذا الهدف منه انه يكون اوفرلودد اوفرلودد اوفردوز بعدي يعني مو عندي مشكلة ونحطي شوية اوفيسز هني داخل الحديقة لا اوفيسز هني اوفيسز خارجيات لان اشكالهم حلوات من زين بالطريقة هاي نحطي اوفيسات حول الواجهة المدينة من هالصوب هني حديقة مو بنحطي شي حديقة هاي خلنا نحطي فيها هني لعبة في الزاو يعود يخافون هم يطيحون وروا للكوستر عندنا لعبة السفينة هاي موالهم صغيرة هاي ممكن حتى اشياء ثانية بعدين نزينها بشير واشياء فعني بس حددنا المنطقة بس المنطقة الحين قبل لا تبدأ شوفوا اشكالها شوفوا شوفوا الاشكال اللي طالعوا الاشياء اللي قاعد تستوي هنا في المنطقة هاي رائعة رائعة لا تقولوا مش رائعة رائعة عندين في الوسط في شوية ناس ساكنة بس هذا من باب حاجة السكن يعني مش معقول المكان ما يكون في سكن زيرو فبالتالي وسط المدينة في ناس ساكنة بس ادور زحمة ادور زحمة مش زحمة ابو الزحمة في العادة نسوي المناطق السياحية نحن هنا في القناة من خفضة فيمكن حدي ديدي يقول شو السارفة هذا ليش مغير الدنيا هنا بترتيب لا لا الحين نبا ازحمهم في كل عمارة ممكنها تطلع في هذا المكان نبا نطلعها خلاص يعني هذه الفكرة نزيل الاشياء الصغيرة هاي ممكن نحطيها من ضمن الحديقة عسبين الحديقة فيها سيرفوسات وهني بعد من ضمن الحديقة ونحطيها ممكن في ظهر واحدة من العماير يمكن من قبل لا يطلع بيوت عندنا لا نبا نحطيها هني رامن رستورانت حط هني هذا خلى بحالة هذا نحطيه في ظهر يا السلام نزيل حطيت كل شي هنا صح مو مشكلة بس هاي المنطقة مفروض انت نحط فيها كل شي نزيل الحين اخر نطحتين بيقعدون في نص المدينة بالطريقة وحدة هني لابد في مكان عندي حقها وحدة لو اقدر احطي وراها بالطريقة هاي هاي في لهم وفي لهم وفي لهم وفي الحين من هني المدينة بتبدأ تبني سياحيا ومن تبدأ تبني سياحيا شوي شوي ويستوي عليها زحمة عالية نقدر نقدر نبدأ ندفنتك في الشكل والتشكيل ما لها على غير بخليها شغالة شوية الحين لانت بدأ تجمع الترفك مع الناس المهم مشكري عم تابعت الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة